مشاهدنا الكرام صعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم إلى فقرة النقاش ضمن غرفة الأخبار نتحدث فيها عن موضوع يشغل بالمواطنين الجزائريين مع اقتراب حلول فصل الصيف يتعلق الأمر بالتزويد بالكهرباء هذه هي البدة التي يكتر عليها الطلب في هذا الفصل بالذات لذلك تسعى شركة توزيع الكهرباء والغاز بعد التفرعات الجديدة إلى تصطير برنامج جديد يضمن تزويد الساكنة والمواطنين سواء في الشمال أو في الجنوب أو في مختلف مناطق الضل بتزود بهذه البدة الحيوية وكذلك محاربة الانقطاعات المتواصلة ونتحدث عن كل الأمور المتعلقة كذلك بتحصيل الديون لأن الأمر يتعلق بديون كبيرة على عاتق الزبائن وشركة سون الغاز اتخذت في وقت سابق إجراءات بربما تأخير ديون أو تسهيلات في أجندات لتسوية الملفات بعد جائحة كورونا لمدة عامين ولكن هل الأمر سيتواصل بنفس الوطيرة؟ هل هناك إجراءات جديدة ستتخذها شركة سون الغاز؟ ما هي هذه التسهيلات؟ تسهيلات كذلك حتى للفلاحين في مختلف ولايات الوطن نتحدث كذلك عن الربط العشوائي هذا الذي يدقل كاهل المؤسسة ونتحدث كذلك عن مختلف الأمور متعلقة بالفوترة وغيرها من الأمور الأخرى خصوصا لأن المدير العام لشركة سون الغاز كان قد قام بجولة عبر مختلف ولايات الوطن نتحدث عن هذه الجولة وما هي مخرجاتها وتوصياتها حتى يستفيد المواطن من التزويد بالكهرباء كما استفدت خصوصا في هذا الفصل الحار ويحضر معي بالأحرى تحضر السيدة سادات حسينة وهي مكلفة بالاتصال والإعنام على مستوى الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز صباح الخير أهلا بك صباح نور شكرا لكم على هذه الاستضافة وشكر كذلك لم تتابعي قناتكم المواقرة أشكرك أنت كذلك على تلبية الدعوة سيدة الكريمة وضعية الشركة سون الغاز اليوم قبل أن نتحدث في علاقتها مع المواطنين هل هي اليوم حاضرة واجدة مستعدة باش تكمل في خدماتها للمواطنين شكرا ككل وقت ككل سنة ككل يوم هدف مجمع سون الغاز وعبر فروعه الكاملة هو تقديم خدمة نوعية للزبون اللي يعني هو محل اهتمام المجمع وكل فروعه المجمع حاضر كما قلت في كل أوان في كل وقت في كل زمان لتلبية هذه الطلبات وتقديمها بصفة كما قلت نوعية وجيدة نتحدث عن نوعية نتحدث عن الفصل الحار هذا ربما ما هي التحديات نتعكم والأجندة والبرامج اللي تسطروها لتحذير موسم الصيف ككل سنة نعلم أنه كل حق وقت الصيف كان استهلاك كبير للطاقة خاصة مع يعني الظاهرة لدخلات جديدة علينا وهي استعمال المكيفات بطريقة يعني كثيرة احنا عدنا ككل سنة كان مخططين يتم إنجازهم عدنا مخطط فتاعة الصيف مخطط استباقي صحة التعبير نوجدوه في فصل الشتاء تحذيرا لموسم الصيف ونفس الشيء بالنسبة لفصل المرحلة الشتاء أنه نوجد هذا المخطط الاستباقي في فصل الصيف يعني ككل سنة عدنا مخططات تناسب الوضع مثلا كل الأحداث اللي راح تكون مثلا عدنا ألعاب البحر المتوسطة راح ينتكلمون لها عدنا يعني كتكون هكا مناسبات مظاهرات ولا راح ينتكم بمخطط خاص لكن على مدار السنة المؤسسة عندها مخططات قصيرة المدى متوسطة المدى وبعيدة المدى من بين المخططات الهياكل والمنشآت هل الشركة اليوم تفكر في إنجازات أخرى في محولات أخرى في بعض المناطق؟ بالطبع المخططات يعني قد ما يزيد الطلب قد ما المخططات هذه راح تكون هذه المنشآت هذه راح تكون نوضعها في حيز الخدمة كذلك عدنا عدد المناطق اللي راح يكتر فيها السكان نظراً من هذه المخططات يعني تعالي أساسة الجمهورية لإمداد يعني تقريباً كل مواطن بساكن عدنا مناطق ظل أو المعروف حالياً بالمناطق المعزولة يعني هدو كامل المستثمرات الفلاحية كامل هدو دخلين في برامج رئيس الجمهورية هدو كامل تتطلب منشآت إذا حبيت على سبيل المثال برق بالنسبة لمخطط يعني 2022 تم تخطيط اللي وضع يعني حيز الخدمة 940 محطة كهربائية وما يعادلها كذلك من الشبكة تحا ما يعادل 5300 كيلومتر من الشبكة يعني نلاحظ أهمية الاستثمار اللي راح يكون فيه بالنسبة لهذه الصائفة نقدر نقول لك أنه تم إنجاز 650 محطة كهربائية استعداداً لهذه الصائفة 2022 حسينة سعداد ربما توافقني الرأي وربما لا تشاطرني لأنه في وقت من الأوقات كانت بعض اللوم بعض العتب وبعض الانشغالات من طرف المواطنين تجاه الشركة سون الغاز يقول لك الماشي يبدأ يتحن الكونتير يروح الضو يقول لك مثلاً ربما في وقت من الأوقات في أعلى ستروح الضو هل اليوم مسألة الكهرباء هدي ما بقاش لانقطاعات الفجائية بالفعل تأزمت الوضعية في 2012 كان نداء من مجمع سون الغاز عبر فروعه إلى سلطات العليا اللي استجابت للنداء تعنا ووضعت تحت تصرفنا ديزاسيات عراضي اللي نقدروا فيها نحطوا هذه المنشآت هدي كانت الدراسات سمحت لنا أنه نلبي الطلب ونروح لمناطق الحساسة اللي كانت فيها هذا الانقطاعات هدي بكترة ونظن والمواطن يعني أحسن مقياس ليقدر يجاوبنا على هذا السؤال أنه الانقطاعات ما عادش تحدث كما كانت لا سيما إذا كان صراح هادث طارئ لخلينا أنه تكون انقطاعات ورغم هذا كل الفرق مجندة على أساس أن تكون هذه الانقطاعات قصيرة المدة يعني ما تتجاوزش مدة طاويلة كما كنا في واحد الآوينة يعني كي ينتحسن جد ملحوظ بالنسبة لنوعية الخدمة المقدمة وهذا كلش كما قلنا نظراً للمخاططات هدي والمحاطات اللي نحطينها والفرق المجندة 24 ساعة 24 ساعة أكيد سيدتي الكريمة عندكم بعض مناطق ربما حطيني عليها أنتم مركزين عليها هل هذه المناطق حطيني هنتم مدير لها إنكارت سبيسيال يعني مدير لها خارطة أو بطاقة باش تهتموا بها لأنه تقريب الجزائر 98% موصولة بالكهرباء هل عندكم بعض المناطق ما زلتوا يعني حاطين يدكم عليها باش تحسونها الخدمة بالطبع كين دايما يعني مراقبة دورية بالنسبة لهذه المناطق اليوم نقول لك منطقة ما رحيش حساسة غدوا من غدوة أكثر فيها ربما القرصنة ربما منشاءات جديدة يعني رح يكون ضغط كبير على الشبكة هنا لازم ندعم هذه المناطق هذه لندعمها بمنشاءات جديدة بشبكة كهربائية جديدة لتسمح أنه تبقى دايما خدمة نوعية وتقلد كذلك من هذه الانقطاعات اللي كنا نتحطل عليها شركة سونة الغاز عندها تحديات في مختلف فوصول فصل الشتاء وفصل الصيف أي هما أكثر عبئاً على الشركة في الصيف ولا في الشتاء الشركة يعني ملزمة أنها تتقابل لعبك سواء في الشتاء أو في الصيف في الشتاء عدنا مشكلة الغاز لكثير من المناطق التي تطلب أن يكون ربط بالغاز منها هذه المناطق هذه اللي كما نقول عليهم درنا مخطط خاص للمناطق المعزولة بالنسبة للكهرباء درنا مخطط خاص بالنسبة للمستثمرات الفلاحية درنا مخطط خاص للمقاولين للمستثمرين يعني كل شيء كما نقول إذا سمحت لكل مقام المقال يعني كي تلحق إحنا بالمخطط تعنا ونشوفه أنه كين مناطق ما زالها تستوجب أنه يكون الربط رح يكون الاستجابة الفورية لهذه الطالبات كذلك يعني بتوفير كل الشروط اللازمة لوضح حيز الخدمة هذا إذا كان الزبائن المواطنين والساكنة في وقت ملأقات اشتكوا من هذه القطاعات وقلت لي هذا ربما كان 2012 جاوزوا الأمر اليوم والحمد لله الشركة تعمل بنوعية جديدة ما هي الشكاوي لتوجهها أو تشكي منها سونا الغاز من المواطنين والزبائن الشكاوي يبقى الزبون يعني على رأسنا من أولويات المجمع وخدمتنا هذا هو الهدف تحام ولكن يبقى أنه بعض الأحيان نطلب من الزبون أنه يتفهم كيكون مثلا انقطاع خارج مسئولية المؤسسة أنا يقول لك حادث طارق بعض الأحيان هذا الحادث يكون يعني حادث كبير ليتطلب جهد كبير ووقت كبير لإسترجاع الطاقة نلاحظ أنه بعض المواطنين ما يتسهلوش ويبقى يتصل وبالكدوا قعدنا مواقع التواصل الاجتماعي نصبوا بعض الانتقادات مرحبا بالانتقادات لأنه تساعدنا أنه نحسن من مستواتنا تستمحلنا أنه نصحح الأخطاء تعنا لكن نطلب كذلك من المواطن أنه يتفهم رهو يشوف في الميدان أنه الفرقة التقنية تعنا متواجدة على قدم وساق في كل آوين وفي كل وقت في الصيف فشتاء نعطي لكم مثال مثلا في رمضان عدنا الفرقة التقنية تعنا الفطورة الفطورة برا ستدري أدن المغربي كالسروسيان هم ونصبوهم متواجدين كيكون حادث تلبية لهذا المواطن أنه ما يبقاش دون كهرباء ولا دون غاز بالنسبة للخدمات كذلك ربما تستكون أنتم من موضوع الربط العشوائي بالكهرباء بعض المنازل ولكن بالمقابل ربما المواطن يقول لك يا حليل أنا لك أنتصر بصنا الغاز ما يعطوني شي يشرك بليل كونتير هذا عندهم يعني طرق عندهم شروط ما رأيك بالطبع عملية القرصنة هي ظاهرة يعني مهمة أثرت تأثر بزاف على الشبكة تعنا على المردودية ولا على صدير خزينة المؤسسة ما يخفل لكش أنه كتكون القرصنة راهي تعدي على شبكة تعنا لينجر منها حوادث كثيرة هذه الحوادث هذه يقدر يكون فيها إتلاف للمعدات تعنا لتطلب مننا أن نعودوا هذه المعدات نقولوا نعودوا هذه المعدات هناك استثمار هناك موارد مالية يعني نخرجوها إذا كان المشروع كان بثمن راح بهذه الظاهرة بلك يتضاعف الثمن تعوه ولا يفوت الضعف تعوه دونك من هذا الباب حنا دايرين حملات تحسيسية بالنسبة للقرصنة فيها أضرار على المؤسسة وفيها أضرار كذلك من حيث يعني الأمن تع المواطن يعني ما كانش غير المؤسسة اللي راه يتنظر منه لكن مام المواطن راه ينظر منه رغم أنه ما هو شواعي للخطورة تعشيلة راه يعمل فيه قد تقدرنا نداءات بالنسبة للربط نضمن لك أنه في كل وكالة تجارية في كل مديرية لأنه هذا يخص التوزيع بصفة عامة كي يلحق طلب الربط بمادة الكهرباء أو بمادة الغاز ملزوم علينا أنه نقوم بالربط هذا إلا إذا كان يعني هناك تحفظات بالنسبة لهذا الربط هذا اللي راح يكون نلقوا مع الربط السيدة سادات ما هي الشروط للحصول على عداد كهربائي حتى يعرف المواطن لأنه هناك مواطنة أنسكن في الجزائر العميقة يسقشيه ويقول لك ما أحبوش تعسون الغاز يجوب بركمنة للكونتر ولكن الإنسان يكون إذا كان المتكلم مهبول يكون مستمع هذا نحن نعرف نحن نعرف هل هناك شروط معينة أنا كمواطن حبيت نخدم كونتر؟ تتقدم بطلب للمؤسسة المديرية التي تعبع لها متواجدة على كامل ولايات الوطن بالنسبة للربط عنده ملف يتقدم به اللي هو تبرير بل أنه يقيم فيها ذاك ناس تبرير على أن الإقامة تعود إقامة قانونية حتى فوضوية؟ يعني يقول لك إقامة قانونية عنده بيان يبين أن الإقامة تعودة إقامة قانونية يتفضل بالملف طلب الربط تبرير هذا على الإقامة قانونية وجود المحل وجود المحل تبرير إقامة قانونية وعدنا كذلك بطاقة نسخة من بطاقة تعريف رح يتقدم بالربط إذا كان البيت تعود للمحل الربط مستوفر كامل الشروط الأمنية والقانونية لا نظن أنه كان إشكال أنه ما يتربطش ما يكونش عن قاعدة لا تحتاج الضرع أصلا بالطبع هذا هو الهدف من أنه لازمنا نربطه كما ركت قول التجارية رغم أنه يبقى دائما اهتمام المواطن فوق هذا المعنى التجاري اللي نقدمه للشركة لذلك هم الشروط اللي لازم تتوفر في ربط العداد لمدة المعالجة للطالب؟ مدة المعالجة للطالب تتغير على حسب نوعية الطالب كي يكون ربط مباشر بالكهرباء يعني عندنا شبكة متواجدة سنجلبونا ربط العداد كي يستلزم أشغال الحفر لازم أنه ترخيص من البلدية للقيام بأشغال الحفر هنان المدة هذي راح تختلف عن مدة الربط العادي تكلمنا في هذا الجزء عن بعض المعطيات خاصة بسونالغاز الجزء الثاني سيكون مهم سنتحدث فيه عن الديون لتجاهكم واتجاه الزبائن ونتحدث عن تحذيراتكم لألعاب البحر المتوسط ونتحدث عن الرقمنا ونتحدث عن الأخطاء في الفواتير موافقتني في الطروحات؟ إذن بعد الفاصل مشاهدينا كرام سنواصل حلقة فقرة النقاش ضمن غرفة الأخبار ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا كرام إلى فقرة النقاش ضمن غرفة الأخبار في جزئها الثاني نتحدث فيها عن الخدمات التي تقدمها شركة سونالغاز للزبائن خصوصا في فصل الصيف أين يكتر الطلب على هذه البدة وكذلك يتعلق الأمر بالديون التي تتقل كاهن المؤسسة وكذلك الديون التي تتقل كاهن الزبائن لأن الأمر يتعلق بتراكم بعض الفواتير التي لم تسدد تقريب لأشهر عديدة وهو ما ربما يطرح أكثر من الشغال بالنسبة للمواطن هل تفكر سونالغاز في طريقة جديدة لتحصيل هذه الديون لماذا عن طريق وضع أجندة أو غيرها من التوجيهات الأخرى التي تسعى المؤسسة لتحقيق كذلك خدمة نوعية للزبون من جهة وكذلك الحفاظ وكذلك الحفاظ على الوضع المالي المستقر للشركة نتحدث كذلك عن رقمنة القطاع ونتحدث عن تحضيرات الأعب البحر المتوسط التي تسعى جاهدة شركة سونالغاز بتوفير كل المستجمات خصوصا أمام الضيوف الذين سيقدمون الجزائر وهو ما يتطلب وضع أمامهم وتحت تصرفهم إمكانيات كبيرة سواء في المكيفات أو من الأجهزة الأخرى الكهرومنزلية سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتي في البلاطو السيدة سادات حسينة وهي مكلفة بالإعلام والتصال على مستوى شركة توسيع الغاز والكهرباء سعداك سنناق الغاز التمزيح سيدة الكريمة نتحدث عن رقمنة الجهاز رقمنة القطاع الرقمنة مهمة في كل القطاعات في حديث على أنه ربما ما بقاش هدك نتعييجي طب طبعلي في تحليل باب نشوف الكونتار الراجل ما كانش ممكن لأخر فربما تفكروا في طريقة العداد الدكي أين وصلت الفكرة؟ الفكرة يعني فكرة الرقمنة ككل القطاعات يعني حتى مجمع صون القاز قام برقمنة الخدمات بالنسبة لخدمات المقدمة للزبون وكذلك بالنسبة لخدمات المقدمة للأعوان عدنا كما لحظته في السابق أنه المكلف يعني بلا غلاف بأخذ مؤشر العداد يعني عادي يتنقل بجهاز لسميناه تي اس بي هذا جهاز قلنا أنه يعني كانت الزبون كان الزبون يشتكي من الأخطاء يقول لك أنه ما شاهده هو المؤشر تاعي يعني استهلكت أقل وانتو ما قدرتوا لي فوترة كتر من لازم لأنك عدنا جبنا هذا الجهاز هذا اللي كان يسمح لنا أنه نقصه في الأخطاء اللي كان يشتكي من هالزبون لغم أنه أخطاء يعني ما نقولوش أنها كانت كبيرة جسيمة يعني وقعت بعض الأخطاء معلش هذا الأمر هذا ما تقولوش أن الزبائين يشتكي يقول لك الفاتورة جدت فيها زوز ملايين وانا مدير غير 500 لو كانت صراحة القاضية هل تصلحوا هذه القاضية؟ بالطبع بالطبع نحن نعود ونشوف المؤشر تعوني نشوفوا إذا كان خطأ يعني من عدنا الزبون ربما كانت عنده خطر في بعض الأحيان كان الزبون عنده يعني فواتير ما استددهاش وما استلمهاش نحن 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 للمبلغ الإجمالي في الفاتورة يقول لك لا أنا ما استهلكتش طنع يعني عودوا شوفوه لي كانت صحيح عدنا الوكالات التجارية حاليا نرى نفرب 136 وكالات تجارية في هاد 2022 بعد ما كانت عدنا 378 وكالات تجارية يعني باش نشوف أهمية لتوليها المؤسسة أو شركة سونالغاز للزبون يعني نحاولوا نتقربوا منه قدرا مستطاع كما قلت لك عدنا 436 وكالات تجارية في خضام هاد الشهر بالنسبة لجزائر العاصمة كان افتتاح وكالة الرحمانية وكالة المرادية هذا قدر لتقرب من المواطن والجديد في الأمر أنه في كل وكالة تجارية عدنا مكتب استشارة يعني إذا كان الزبون ظن ولا شاك أنه مؤسسة سونالغاز شركة سونالغاز مجمع سونالغاز يعني غلط له في الفوتارات يقدر يروح عند هذا المكلف عدنا استقبال في المؤسسة في الوكالة التجارية وعدنا مكتب استشارة يقدر معاه يناقش الفاتورة إذا كان فيه خطأ طيب رح يتكلف به في الحين وإذا كان يعني المؤسسة ما غلطتلوش في الفوتارات بطبع الزبون رح ينخرجوها أنه راضي هذا هو المبلغ المستحق سيدة سادات بالنسبة للموضوع مرة من المرات كان وبكري في العقلية القديمة يقول لك خلصني وبعد رأي كلامي هل هذه ما زالت تتجيني الفاتورة بزو زملائن كاين في بعد ما نسميه يعني يقول لك خلصني بزو زملائن ولكن رأينا أصلك في البونضاج جاية ما رأي لا هذه ظاهرة على كل حال نقول لك كاين مكتب استقبال دخل وكالة تجارية 436 وكالة تجارية مهيئة بمكتب استقبال مهيئة بمكتب استشارة يعني راح يدق يدرس معاه يدقق معاه في الفاتورة بكمل تفاصيل تحب بش يعرف إذا كان فيه خطأ أو لا لا يعني إذا كان ما فيهش خطأ أكثر من هذا أنه الزابون كي يلحق يقول عندي مثلا كما قلت أنت المثال عندي زوجملائن المؤسسة الشركة عطت له أرياحية أنه يسدد هادو يقدر ترحله في أنشيونسي في جدولة هذا الديون سأناحتي إلى الديون سيدة الكريمة ربما على مستوىك عندك رقم أو مرقى أو بعض الأرقام وإن كانت حتى تقريبية الديون يعني تع سونالغاز نسمعه ديما يقول لك بللي يسال ويسال للمواطنيين والشركات يعني بتقريب عندك رقم بالطبع إحنا إذا راحثتو مع الجائحة يعني شركة مجمع سونالغاز يعني قطع الكهرباء وتسديد الفواتير للمدة معينة يعطينا لهممم وسائل أخرى مدام كنت تحدث عن رقمنا الرقمنا يعطينا لهممم يعني خدمات ليقدر عن بعد بلا ما يروح للوكالة التجارية يعني يقدر يشوف الفاتورة عبر موقع الشركة تخرج الفاتورة يعني تخرج الفاتورة وش تحط ماش تخلف الموقعات حط رقم العدال عنده عنده الارفيرانس تكون من 16 الرقم هذيك يديرها هذيك اللي تأتي في الارفيرانس من فوق تعي فاتورة في الفوق عدنا الفاتورة عدنا أرقام وعدنا واحد رقم تكون من 15 من 15 هذيك هو الذي يدخل يخرج له أماسك يخرج له واجهة يعمر فيها المرجع و البيانات الشخصية و الاسم اللقب رقم الهاتف و البرد الالكتروني إذا كان يعني غدوانسا الموتباس كلمة السير يقدر يعود يجي لتحيين هذه الكلمة يقدر يشوف الفاتورة الجديدة وعندو كذلك فاتورة أربعة ثلاثيات سميع يعني عام كامل عندو رفيرانس عندو وعندو أوسيلك عندو المفتاح لتسديد الفاتورة على مستوى البوست مكاتب البريد كما عندو البيبي اللي هو مفتاح عبر البطاقة البنكية سي بي لان هم التسهيلات اللي كانت بعد ما يطلع الفاتورة تاعب مام إذا كان ما لحقت لوش خطر مازال يقول ما لحقت نيش الفاتورة عندو هاد المرجع هاد هاد الخدمة هاد اللي يطلع الفاتورات اللي سابقين بلك ما سددهمش ويروح بعد عند هاد الدفع الإلكتروني سواء عن طريق الدهبية او عن طريق لاكارت وليس لديه الانترنت كيف تعمل المواطن في جزاء العميقة وعندو ديون وصراط لتقريف الجائحة أنا عرف كين حتان دم عام بخلصوش طبع أنا عندي غير ثلاث فاتورات مخلصتهم نطلب منك أنك تتواجه للوكالة التجارية لتسديدي بالنشبه لهذه الطريقة كيف تتم هل ديرهم جدولة هل فيه إجراءات شديدة خصوصا بعد بطبع هذا النظام كنا نخدم به وزدنا أكدنا عليهم مع الجائحة أن الزبون يسدد الفواتير بكل أرياحية يعني القطع هو آخر وسيلة تلجأ لها الشركة باش تردد ديون دها ما يخفكم أنه هذا الفواتير هذه الاستهلاك اللي راح يندار جان من الاستثمارات استعملتها شركة دارتها الشركة لخدمة الزبون إذا كان أنا لم يكن منشآت أخرى سنستطيع أن نزيدها لكي نحسن من نوعية الخدمة التي نقدمها غضوة من غضوة إذا كان لا نحب نرجع لفترة التي نقول لك انقطاعات كما قلت تقول سنرى ماتش وتقطاعات لتري سيتي ولا كنت نراجع وخلوني راجعت للشمعة هذا هو الشيء اللي خلينا يعني سيكون تفاهم إذا تسمح لي أني نقول لك سي انسرفيس غانيون غانيون يعني أنا نعطي لك كل المنشآت ونوفر لك كل الظروف نعطي لك خدمة نوعية بالمقابل راك استهلكت نطلب أنه هذا الاستهلاك اللي عنده مقابل أنه يقوم المواطن بتسديدها أنا قلت كل وسائل الموضوعة بالنسبة لهذا الزبون عنده الرياحية قلت عنده فواتير بأي طريق يسددها تقريبا الأجندة يسددها كاش كما يحب كل تسهيلات كاش ونسباس عندنا بخلاف أوتوماتيك يعني ينسحب أوتوماتيك من حساب الزبون إذا كان كما راهم يديرو المعاملين تعلق الهواتف نقدر ندير فلكسي عن طريق الانترنت لذلك عندنا اقتطاع تاني على حساب من حساب الجاري تاع الزبون عندنا قلت لك تسهيلات الأخرى قلت لك هذه الجدولة هذه نقدر نديروها للزبون يعني ايجين يقول عندي خمس ملايين نراعي الظروف المواطن نقدر مشاة العملية جوكم الطريق بالطبع مشاة العملية كي نعب وكالات تجارية التي كان توفود كبير عليها مع التسهيلات هذه وعدنا الشركة رافقت مشاريع رئيس الجمهورية وقرارته بمختلف مناطق الظل يعني اكد عليها في كل لقاءاته الاهتمام بهذه المناطق ما هي المشاريع المسجلة بالنسبة لمناطق الظل والمناطق المعزولة يعني مؤخرا كان رئيس المدير العام لمجمع صنالغاز قام بخراجات في بعض الولايات بالضبط عشر ولايات يعني كان طرق فيها يعني الهد الهد لهذا الموضوع بالطبط يعني كان آلية دعم بالنسبة لهذه المناطق المعزولة كان هناك تسبيق للدفع بالنسبة لهذه المناطق بشرط برك يعني يعني احنا كان عندنا هدف لهو تجسيد البرنامج الطموح لسلطات العليا لهذا يعني قمنا بآليات دعم بالنسبة المناطق الضيل بالنسبة للمستثمرات كيف الولايات ربما بتقريب يعني يعني في مختلف ولاوات الوطن عشرة حاليا يعني قام بعشر خراجات يعني في هذه الفترة هذه برك قام بعشر خراجات ل هذه مولاها رح يروح للولايات أخرى الأهم في هذه الخراجات هذه أنه رئيس المدير العام لمجمع صوني القاز أعطى توصيات يعني بعدم قطع تزويد بالماء خاصة في هذه الصائفة على المحطات عدم قطع تزويد بالكهرباء عن المحطات يعني تزويد بالماء رغم ديون والمستحقات لكينا بالنسبة للشركات تزويد بالماء لا يقضع عليها البتريسيتي بالطبع بالطبع يعني نحن قلنا المحطات خط المحطات عندها مراكز تموين هذا المراكز هذه مؤسسة مجمع صوني القاز هو الذي يموّلها بالكهرباء تكلف قليلا طاقة كهرباء لدينا مستحقات عليهم رغم هذا يعني لا نحب نأخذ الزبون يكون حبيث هذا تصير لذلك الزبون سيكمل عنده المهم أنه هذه المحطات هذه رغم المستحقات ما رحيش نقوم بقبع الماء عليها رح نتكمل العمل من بعد رحيب تفاوض بنو بالمسير هذه المحطات هذه في كافية تسديد الديون يبقى كما قلت لك مناطق الظل أو كل برامج يعني لأكد عليها رئيس الجمهورية يعني كما قلنا تجسيد أنهذا البرنامج طموح للسلطات العليا كإن هناك أليات دعم لفيها تسهيلات كثيرة لهذا الربط تنجيز تسبيق الإنجاز الدراسات مثلا وضع يعني جدولة كذلك بالنسبة لدفع الربط لليتم شرط أنه يكون التزام بالطبع من طرف المعنيين بالأمر يعني هذو كامل تسهيلات لدارتهم المؤسسة بالنسبة لهذا البرامج نصد وصيدة الكريمة أنه جزائر على موعد في الخامس والعشرين من هذا الشهر مع الألعاب المتوسطية الألعاب الضحر المتوسط التاسع عشر التي تحتضنها الجزائر إلى غاية تسازس من جويل ما هي تحضيرات برنامج شركة سون الغاز لهذا الحدد الدولي لأنه يتعلق بستة وعشرين دولة ستزور جزائر بالطبع بعد أنك كين عرس كبير ستستقبل الجزائر في هذه الصائفة كما سلفت ذكر أنه مجمع سون الغاز عبر فروعه يعني عنده مخططات مسبقة مخططات يقوم بها كما قلتك في فصل السف وفصل الشتاء هذه التظاهرة هذه الكبيرة العرس الكبير اللي راح يشهده يعني وهرا يعتبر مجمع سون الغاز حلقة مهمة في إنجاز هذه التظاهرة في نجاح هذه التظاهرة هذه نقول لك برك أنه مؤخرا الأسبوع هذا يعني كان رئيس المدير العام لمجمع سون الغاز يعني كانت نقل للغرب تم تدشين أو وضح حيز الخدمة محطة جديدة اللي هي محطة بوتليليس يعني هذه المحطة هذه راح تدعم كثيرا لمحطات المتواجدة حاليا رغم هذا يعني نقدر نقول لك أنه كان مخطط خاص لتأمين هذه التظاهرة يعني راح يكون فرق اللي كانت من قبل لها تكون مدعمة بفرق أخرى لإنجاح هذا المشروع ولتفادي يعني أي حوادث بالنسبة لقطاعات الكهرباء السيد الكريمة تعرف أنه الإقبال على المكيفات الهوائية تقريب الجزائر كامل يعني حتى يتلقى مسكن غير لائق ولكن يسر لأن الحرارة لا تطاق يخدم هذا الجهاز ما هي توجيهات نصائح لتوجيه الغاز من هذا المنبر للمواقنين في طريقة الاستعمال في ضبط الجهاز في استهلاك الكهرباء في الوقت بكل تفاصيل الموضوع شكرا ظاهرة استعمال المكيفات خاصة الاستهلاك الغير العقلاني من هذه المكيفات نلاحظ أن الناس المكيف لا يحبش 24 ساعة إلى 24 ساعة هذا سيجيب الضرر بالنسبة للصحة أو بالنسبة للجيب وهذا كذلك سيؤثر سلبا على الشبكة بالنسبة لشركة الجزائرية للكهرباء والغاز خاصة ما يخص فرع التوزيع يعني ككل سنة كي حملات تحسيسية تقوم بها المؤسسة بالنسبة لهذه الظاهرة كما قلت عندنا 436 وكلة تجارية هذه الوكلة تجارية تنظم كل سنة أبوب مفتوحة تسمح للزبون أنه يتعرف على كيفية استهلاك أحسن ضبط للجهاز الحال أحسن ضبط للجهاز هو 24 درجة نعطيك معلومة برك أنه تحت 24 درجة كل درجة تحت 24 درجة رح تكلف الفاتورة ما يقارب 1-3% من الاستهلاك لنك هذه هي النصيحة التي نمدها كين مطويات تعطى للزبون كين مطويات موجهة كذلك للأطفال يعني هذه كم النصائح نقدر نسيبهم على مستوى الوكالة تجارية أشكرك رغم أن القاعة وهذا الاستوديو مجهز بجهاز مكيف ولكن لم نستعمله لحد الآن نستعمله في هذه المحظة على ضبط 24 درجة على ضبط 24 درجة شكرا لك سادات وأنت مكلفة بالاتصال على مستوى شركة توزيع الكهرباء والغاز شكرا جزيلا وشكرا لكم على الاستغلاف وشكرا كذلك موصول لكم مشاهدناك يا رحم على حسن المتابعة لفقرة النقاش بقية فقرات غرفة الأخبار متواصلة ابقوا معنا